يبدو ان تحرير مدينة الفلوج التي تعتبر احد ابرز معاقل داعش في العراق فتح الطريق امام مزيدا من الانتصارات حيث تواصل القوات الامنية بمختلف صنوفها التقدم الميداني على اكثر من محور سواء بالانظار غربا او فنين وشمالا هذا التقدم الميداني الكبير الذي تحققه القوات العسكرية يأتي بحسب متابعين في ظل المعنويات العالية التي اكتسبها المقاتل العراقي بعد تحرير مدينة الفلوج وافتسابه خبرة قتال الشوارع تعدد الجبهات في القتال لمحاربة داعش فيه رؤيتين الرؤية الاولى من الناحية الايجابية هو لربما يأتي من خلال تشتيت قوى العدو وداعش هذا الذي يتنقل بين منطقة واخرى كيفما يشاء وكيفما يريد لربما ما تفتح عليه اكثر من جبهة ومن اكثر من جانب هذا قد يسبب له حالة من الضعضة وعدم سيطرته على اعادة لملمة اوراقه من جديد ووفق قراءة تحليلية فان تعدد الجبهات في المعارك ضد داعش سيساهم في تضييق الخناق على التنظيم الارهابي الذي بات وبحسب مصادر عسكرية يعاني من الانكسار بعد تحرير الفلوجة كسب الثقة للمقاتل وممكن الان ان يشاغل على اكثر من جهة السبب حتى لا يستقوي الخصم الارهاب بنفسه شيئا ويعيد شيئا لوضع الخاص فمرة ضربة فاعلة بالانبار ومرة ضربة فاعلة في تخوم صلاح الدين واعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار عن تحرير بعض المناطق شمال غرب الرمادي من سيطرة داعش فيما توصل القوات المشتركة تقدمها في مناطق شمال صلاح الدين وجنوبي الموصل لتحريرها من سيطرة داعش لتبقى الساعة القادمة على موعد مع مزيدا من الانتصارات العسكرية من بغداد صالح طيب المدى اشتركوا في القناة